اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الاطلالة الاخبارية الجديدة من النيل والتي نلقى فيها الضوء على اهم اخبار الساعة سواء على صعاد المحلي او العربي او الدولية في حلقة اليوم سوف ننقش سويا بالبحث والتحليل اثنين من الملفات الملف الاول يتعلق بإدارة منتدى شباب العالم تعلن اجندة النسخة الرابعة والتي تضم عدد من القضايا التي تعكس ملامح الوقع الجديد بعد جائحة كورونا اما الملف الثاني فقداسة البابا توادرس الثاني بابا الاسكندرية وباترياق الكرازة المرقصية يرأس مساء اليوم خداس عيب الميلاد المجيد نبدأ بالملف الاول حيث اعلنت ادارة منتدى شباب العالم عن اجندة النسخة الرابعة التي تعقد في الفترة من العاشر الى الثالث عشر من يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضم عدد من الموضوعات والقضايا الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا والتي اثرت على حياة الملايين ببلدان العالمي اكمع ايام قليلة وتنطلق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ تحت عنوان عالم ما بعد جائحة كورونا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد المنتدى محفلا دوليا لشباب العالم للتعبير عن ارائهم والخروج بتوصيات ومبادرات كما يعتبر فرصة للتواصل مع صانع القرار والمفكرين في ظل حضور نخبة من زعماء وقادة العالم وشخصيات مؤثرة وتعكس القضايا التي يناقشها المنتدى هذا العام ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا وتنطلق كافة الموضوعات من المحاور الثلاثة الاساسية للمنتدى وهي السلام والابداع والتنمية ويصلت المنتدى في نسخته الرابعة على عدة قضايا مثل حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية وريادة الأعمال وتغيير المناخ وتأثيرات ما بعد فيروس كورونا والتكنولوجيا والجلل الخامس والتحول الرقمي والدراسة عن بعد والبيئة ومستقبل الطاقة كما يصعر دوء التجارب التنموية في مواجهة الفقر ويوقد هذا العام نموذج محاكاة لأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان كما ستستمر الفعاليات التي بدأها المنتدى في السنوات السابقة من خلال مصرح شباب العالم ومنصة الإبداع وساحة ريادة الأعمال استمعوا إلى شبابكم املأوا قلوبهم بالأمل والحرية افتحوا لهم أبواب الثقة واعطوهم مفاتيح القيادة فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم منتدى شباب العالم تحت رعاية سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شرم الشيخ من 10 إلى 13 يناير 2022 لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إليه هاتفيا الأستاذ أكرم القصص رئيس تحرير جريدة اليوم السابق أستاذ أكرم لو اتحدثنا في البداية كيف ترون هذه الأجندة التي تم الإعلان عنها بالنسبة لمنتدى شباب العالم هي طبعا أجندة ماشية مع الأحداث ومع يعني مبعد كوبيد ماينتين والعالم نفسه بيدرس هذا الأمر تصوديا وسياسيا وقتماعيا وتأثيراته المختلفة فإحنا بنتكلم على أننا فعلا بنتابع ومرتبطين بما يجري في العالم والنهاردة العالم كله بيتكلم في هذه التفاصيل والمنتدى الحقيقة على مدى سنوات رسخ مجموعة من التفاصيل والقيم والتحركات في نفس الموضوع لأنه كان دائما متعلق بما يطرح الشاي بما يطرح للمستقبل التكنولوجيا التعامل مع العاصر التعامل مع التفاصيل طرح حوارات ودخول في نقاشات حول كل الموضوعات وكافة الأمور المتعلقة النهاردة هذا هو الحدث وهذا هو الأمر الحقيقي المثبت بالموضوع أيضا فكرة البشاركة وحجم المشاركة في هذا المنتدى وأيضا إتاحة الفرصة للمشاركة التفاعلية على المنصة التي تم تخصصها لهذا الأمر كيف تراه أيضا في نسخة هذا العام لا يا زي ما احنا قلنا الحقيقة أنه نتكلم في أنه أولا مصر على مدى السنوات الأخيرة بتطرح فكرة التسامح فكرة الشراكة فكرة السلام الإبداع التنمية المعرضة في حياة كريمة برضو درة المبادرات الرئاسية جزء مهم جدا من نقاش والحقيقة أنه هذه المبادرة تأكيد على فكرة قدرة مصر على التعامل مع لائحة أدت إلى استباكات العالم فالأجين دا هنا ودائما مصر حجم المشاركة وحجم يعني الحقيقة أنه الطلبات والتسجيلات المنتدى عشرات الألاف بيسجلوا طبعا لأسباب كثيرة بنقدر أنه المنتدى بيقدر يتخير أعداد محددة فاحنا بنتكلم على مصر بنتكلم على أهداف التنمية المستدامة على مستقبل أفريقي على مستقبل التكنولوجيا المالية في الأسواق النشاعة أفنا عشرين دا تحول الرقم بقضية مهمة التعليم الشباب والجيل زد بعد الجائحة القضايا كل القضايا المهمة المطروحة موجودة في هذا المنتدى والحقيقة تنظيمه على مدى السنوات اللي فاتت يعني الدورات فاتت بسناء فقط عام كورونا يعني أنا أعتقد أنه كان في هذا السياس ومحتبط تماما بكثة التفاصيل المطروحة على العالم وعلى مصر تحديدا وعلى أجيال الشباب بشكل أفضل تحديدا أيضا يعني أهمية هذا المنتدى فيه يعني ربما بلورت رؤى مختلفة والاستماع إلى وجهات نظر فيما يتعلق بالتحديات التي خلفتها هذه الجائحة بالطبع الاستفادة منها والاستماع يعني إلى رؤية عالمية حول هذه التحديات وكيفية التعاون معها في المرحلة المقبلة من صحب يعني الحقيقة أنا جايما قلنا أن العالم كله مثام أولا فكرة على مدى السنوات الأخيرة كان منتدى الشباب مهم جدا لأنه بيطرح أفكار وبيطرح نقاش والرئيسة المتحدثة الدولة المصنية منفتحة في هذا الأمر التسلقها لأفكار وكثير منازل أفكار وجدت طريقها للتمتيل في نمازج مبيئة جدا ونمازج مبتعة بتظهر بثالة فرصتها لأنه الملتدى فرصة عظيمة والحقيقة أن الرئيس أو الملتدى لا يتأخره أبدا عن التقاط كل إشارة أو كل موهبة أو كل إبداع ودعوته وأنه يعرض نفسه وأنه يدقى موجود ده بي في وفقر وقت وجود كثير جدا لكثير من الشباب لأنهم ينحفزوا أفكارهم ما بعد البائحة العالم كله مشغول بها وزي ما قلنا مصد عندها تجربة مهمة محتاجين لإعراها والنتباعها والمعيشة أعتقد أنه ده بحل ذاته ميزة مهمة في هذا الإطلاع أيضا فكرة التواصل بين شباب العالم كيف يمكن إسفادها منها في تبادل الخبرات والتجارب بين الشباب المشاركين والإطلاع على كثير من الثقافات ربما المختلفة والمتبعيدة والمتقاربة وغير ذلك من الفوائد التي ربما تعود على المشاركين في هذا المنتدى بالطبع المنتدى الحقيقة التواصل مش بس التواصل أولا داخليا بين الأجيال المختلفة في مصر وبين السلطة التنفيذية والتشرعية والسلطات المختلفة وبين الشباب ثم الحقيقة على مدى السنوات والنسخ السابقة كان الحضور كبير جداً من كل دول العالم من أمريكا الاتنية من أمريكا من أوروبا من أفريقيا ده بيعمل حوارات بيعمل تعارف بيكسر حواليس كثيرة بيفتح الباب لأنه تبادل الخبرات وتبادل الرؤى وتبادل النقاشات ده منتدى يعني لا يخل عن كثير من التعاليات العالمية اللي اللي تفتح الباب وأظن أنه مصر تميزة جداً ولا يوجد مثل هذه النسخ أو هذه الفعاليات بهذا الشكل في دول العالم إحنا بنتكلم على أنه عادة المنتدات الكثيرة الاقتصادية أو السياسية أو غيره زي بيفتح أو غيره بتبقى مقتصرة على القيادات على السلطة على السلطات التنفيذية وغيره أو رجال الأعمال والشنكات النهاردة هذا المنتدى بيجمع شباب وبيجمع سمسيل دولي لشباب ومواطنين في عمر مهم بيتدخلوا ويتبادلوا الرؤى والحوارات فأنا أظن أنه إحنا بنتكلم على حدث غير مصبوك وحدث مهم لأنه يعني أهمية خاصة وبيعكس شكل خاص ما ظن موجود وأظن أنه المعكاس حتى دوليا المنظمات الدولية والمستدولية أصبحت متهتمة وبعض الدول بتفكر في إعادة هذه أو نقل هذه التجار بشكل أحد أيضا ربما هناك زاوية أخرى وهي مدى استفادة أشباب من هذا المنتدى في فق مهراتين من خلال نماذج المحكاة ربما التي تجري داخل هذا المنتدى وبتالي تأهيل جيل واعي وقادر على مواجهة التحديات المختلفة وربما تأهيل صف ثاني من القيادات ولطلع على كثير من القضايا يعني أهمية هذا الأمر أيضا من خلال هذه المنتدات والتواصل المباشر مع قيادات ومسؤولي الدولة ديروطة مهمة جدا لأنه الحقيقة الدولة المسؤولية في عدد الرئيس تحكيص طرح البرنامج الرئاسي والبرامج المختلفة للتدريب ومكينة الشباب منهم يتولوا نواب محافظين ونواب موزراء وفي قيادات مختلفة كان دائما الأزمة أنه لا توجد قيادات وصيفة أو أجيال متتابعة تستطيعا تحمل الرأي النهاردة وإحنا بنتكلم على مشروعات قومية كبيرة وعلى سياق عام وتغيير لشكل قدرة في الدولة الشباب هم القادرين لأنهم بتعاملوا أولا مع التكنولوجيا لديهم طبوحات وأحلام أكبر طول الوقت عندهم تساؤلات الشباب يستفيد اللي بيسابع من بره بيستفيد ويحاول يشارك بعد كده واللي بيسابع وبيحضر هذه الاتمرات وبيحضر هذه الفعاليات وبيدخل برامج تدريب بيبقى كادر مهم جدا قادر على أنه يدخل في في سياق وإدارة الدولة تواهم بيشوف الخبرات ونماذج المحاكبة بيقدر يطرح أسئلة ويتلقى إجابات ويدخل في حوارات والحقيقة دي بتكتر حوار السكيرة وبتخلي في خبرات متراكمة مع الوقت فيما تعلق بالإدارة فيما تعلق بي تولي الوظائف والمناصب المختلفة فده بيحل المشكلة اللي كانت قائمة على مدى عفوط هي الغياب سكوة ثانية وثالثة في الإدارة النهاردة في إدارة حديثة في شكل معين في العصمة الإدارية الجديدة اللي بتمثل عقل وقلب الإدارة أعتقد أنه هذا الشباب يستطيع أن يدير هذه المنظومات بشكل كبير ويحمل خبراته ويطلق ويلطقي مع الأجيال المختلفة أو يبرح أسئلة على السلطات المختلفة اللي موجودة ويتلقى إجاباته وبالتالي فهنا اللي مش بنقول حوار أجيال لكن بنقول حوار حقيقي من أجل المستقبل أيضا على صعيد إجراء هذا المتدى ربما هو يأتي في ظل ظروف استثنائية بالطبع لكن ربما مصر يعني تتحدى هذه الظروف وتنظم هذا المتدى في ظل المواجهة والقلق من المتحورات الخاصة بجائحة كورونا في العديد من الدولة وبالتالي كيف يعني هي الإجراءات وكيف تغلبت الدولة المصرية على هذا التحدي بأطبق لتوفير أجواء آمنة على كافة المستويات للمشاركين وهذا العدد الكبير في هذا المتدى تعامل مصر مع كورونا الحقيقة كان مصير للتساؤلات على مدى الفترات اللي كانت عامي التقريب وبالبعض كان بيتحدث ويسكي وغيره لكن الحقيقة أثبتت حتى بأدراه منظمة الصحة العالمية إنه الإغلاق التام اللي حصل والرعب والخوف والحاجات دي نفسها النهاردة لو إحنا شكين إنه إجازتها في أوروبا وبيتصدموا مع الدولة وبيتصدموا مع البوليس وبيرفضوا الإجراءات مصر خادت سياسات مارينة إجراءات احترازية فترات عزل العمل من المنازل غيره بالإضافة الحقيقة إلى التعامل السريع وتحصيص يعني موازنات مهمة جدا وفرض إجراءات احترازية وتحليلات وغيره مثل هذه المنتديات الحقيقة أنه النظام الطريقة المارينة هي اللي أثبتت نجاحها بشكل كبير وأولاً مصر تمرت في أعمالها في مشروعاتها بدرجة كبيرة نجرة النمو إلى حد ما كانت معبرة عن هذا الأمر العمل لم يتوقف بشكل كبير مع الإجراءات الاحترازية طبياً وصحياً تم التعامل مع تخصيص البروتوكولات العلاج المستشفيات وجود يعني نصائح وتوجيهات طوال الوقت للتعامل مع هذه الجائحة كل ده في النهاية أنتج نموذة مارن للتعامل لا إغلاق كامل ولا فسحة كامل مع إجراءات احترازية ملاحظ أنه الإغلاق الكامل أدى إلى مشكلات نفسية ومشكلات اجتماعية ببعض المجتمعات حيث نشوفها النهاردة في الصدمات وفي غيره فالنهاردة إلى حد جبير الدولة المسجمية نجحة في التعامل بدرجة ما وحتى لا بديتكلم على الأرصام وأعتقد أنه مصر نعتبر في أقل من المتوسط فيما تعلق بالإصابات والوقيات مقارنة في دول كبرى أو دول لها أنظمة صحية ربما تكون أكثر تطورا النهاردة يعني في تفاصيل كثيرة ظاهرة في التعامل مع هذا أعتقد أنها عاكسة لفكرة نجاح نسبي ومطلق فيما تعلق بالتعامل مع الجائح أيضا أستاذ أكرم لو تحدثنا عن نظرة الآخر إلى الدولة المصرية الآن في ظل هذه المنتديات والرسائل التي تخرج منها بأطابة وفي ظل النهضة التنموية الشاملة التي تقوم بها القيادة السياسية كيف ترى هذا الأمر في هذه الفترة وكيف يمكن التسويق والترود المقاومات أيضا التي تتمتع بها الدولة المصرية من خلال هذه المنتديات خلينا نقول أن المنتديات وكثير من الفعاليات التي حصل في مصر خلال الفضاء التي تساهم في هذا الأمر النطب يحنا في وقت عول الماء في تواصل أدوى التواصل واتصال في كسافة في الناشط في تعامل كثير في العالم من المهم أن العالم يبقى حد يعرف أنه نحن بيجر عندنا وإحنا بنسع لأننا نعرف لذكر عنه المنتدى ده فرصة لأنه أي حد يجي هنا ينقل الصورة كما يراها والتعامل كما يراها والحوارات كما نشارك فيه وبالتالي فده جزء مهم زي ما احنا شوفنا تعالية طريق الكباش أو موكب المميوات أو غيره زي كانت انعكاس وترويق سياحي مباشر وغير مباشر للدولة المصرية لعلى أدبر أنه مصر عمداش ما تخفي مصر طول الوقت منفتح الرئيس عمد تخفي حوارات مباشرة ربما هذا الأمر بتثبت ما نحن بصدده لأنه احنا مش محتاجين احنا من أهم حال المواطن في الداخل في الأساس لكن كمان احنا عايشين في عالم يحب يعرف ويتفاعل ويرى واعتقد أن المشاركة المتنوعة من دول العالم من الشباب جزء مهمة أو من التعبير عن دها من إضافة إلى الدولة المصرية برغم من سيولة معلوماتية ودخول ومصر تعرضت لحملاته غيره لكن نجحت على مدى السنوات منذ 30 يونيو في أنها تعبر عن نفسها والتجربة والإصلاح الالتقصادي والتجارب الالتقصدية أعتقد بشهادات حتى المؤسسات الدولية يعني كاشفة على أنه لنجاح حفظة السنوات المصرية بشكرك الأستاذ أكرم القصاص على استحرير جديدة اليوم السابع أيضا لمزيد من المتابعة والتفاصيل حول هذا الأمر ينضم إليه هاتفيا الدكتور خالد حبيب استشاري التخطيط المؤسسي دكتور خالد إذا لو تحدثنا عن الأجندة التي تم الإعلان عليها بالنسبة لمنتدى شباب العالم يعني كيف هي أهمية هذه الأجندة والملفات والموضوعات المطروحة وورش العمل أيضا التي ستم تنظيمها على هامش المتابعة أنا بيك وطبعا الجميل في هذا الأمر أن المنظومة تحولت إلى منظومة ذات استدامة وهذا هو التحدي الأكبر دائما دائما كنا نبدأ الأعمال ثم لا نكملها الدورة المصرية لها توجه واضح على مدى السبع أو ثمان أعوام الماضية هناك رؤية والسراتيجية وهناك وهذا هو الأهم آليات عملية وقعية على الأرض للتطبيق فرعينا أنا كان لها الشرف أن أنا أكون من فريق المشارك بالفعالية في تصميم واطلاق البرنامج رئيس سعيد الشباب اليوم لدينا مؤسسة منظومة متكملة أسماء الكنمية لوطانية التدريب كل نوايات الشباب وكل الجهات الحكومية وحتى الجهات القضائية وغيره يتم تدريب وتأهيل السادة المسؤولين الحكومين على أعلى مستوى للأداء بفعالية وكفاءة نفس الأمر يتم الآن في هذا المنتدى بعد أن تحاول من تضاهرة قد تكون احتفالية بالنسبة لبعض في المرة الأولى لكن الآن أصبحت حاجة مؤسسية كل عام يجتمع الناس من جميع نحاء العالم ورش العمل نتحدث عن أمور تمس الداخل والأيضا تمس المستوى الإقليمي والمستوى العالمي وهي رسالة أخرى النموط فعادة تلعب دورها الأقليمي العالمي بفعالية وبقوة الحمد لله احنا براتب أوران الداخلية نجول المنزل لكن في نفس في الوقت أيضا لدينا القدرة الآن على اللعب الدور الأقليمي الفعال على مختلف المستويات وأولها هو مستوى الشبابي لأن الشباب لا داعي لنتكرار كلامهم وقود المستوى لهم القوة المحركة للاقتصاد العالمي الآن بكل صوره هي لغة مختلفة يجب أن نستمع إليها ونبني على أفكارهم بكل الصور أيضا دكتور خالد يعني العالم ما قبل كورونا ربما غير ما بعد كورونا وبالتالي كيف يمكن استثمار هذا المنتدى للقروب برؤية ربما مشتركة وواحدة وتبادل الأراء والخبرات والتجارب بالطبع والطلاع على الثقافات المختلفة من خلال الشباب المشاركين وغيرهم للبلورة كيفية التعامل مع هذه التحديات التي خلفتها هذه الجائحة على العالم وسبل مواجهتها بالطبع من خلال هذه المنتديات دعني يعني أربط ما بين ما قلتها في السؤال الأول والسؤال الثاني وهو يعني في قمة الصواب كل هذه التحديات قوتها في وجود ورش العمل من خلال الأجندة خاصة بالمنتدى خلال هذه الورش سيسمي الاستماع ودي أهم الأمور الاستماع بشكل فعال وإنصاد حقيقي يعني دائما نحاول نفرق ما بين ما نسميه السماع والاستماع Active listening السماع النشط أنا نريد أن نستمع إلى خبرات وأفكار الآخرين في كل مكان العالم اليوم أصبح أقل مقارية صغيرة وأي تجربة نجاح في أي مكان يتم تستفادة بها في الوطن وعلى فكرة في كم من الشباب المصري يقدم أفكار عقرية وتم يعني تنفيذ مشروعات فعلية في مجالات مختلفة منها تحديدا بعد الكورونا كل ما يتعلق باللوجيسيات والموضوعات النقل والتوزيع وهكذا أصبحت من أكبر الأنشطة ومجالات التجارة العالمية الآن مصر تلعب دون متفاوق في هذا الأمر وشركات مصرية تحولت إلى شركات معالمية في هذا الأمر تحديدا إذن نحن على الطريق الصحيح الأهم من ذلك أننا هذه التظاهرة العالمية نستمع فيها لأشباب وإلى أفكار من كل مكان في العالم واعتقادي أن جزء من هذه الألية هو الانتهاء لما يسميه يعني action items اللي هو خطوات عمل في عينية لزيمة الدخل ما بعد إن شاء الله أيضا دكتور نتحدث عن مظاهرة عالمية وبالتالي كيف يمكن من خلالها أيضا استثمار الوجه الحضاري للدولة المصرية وما تم من إنجازات ومكتسبات تحققت على أرض الواقع وتسليط الضوء عليها لجذب مزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة وفيما يتعلق بالسياحة وغير ذلك من المجالات التي ربما يمكن لإستفادة منها من خلال تنظيم هذه المنتدئات يعني حضرتك لمشت نقطة في غاية الأهمية كان لها الشرف منذ شهر أن أزور الجناح المصري في أكسفو الـ 2020 في الامران بدعوا كليلا معي وزيرة صناعة التجارة الأستاذ أمين جامع يعني المنظر مبهر والإمكانيات عالية للغاية والجناح معد بما يسمح بالتفاوض بدءا من يعني عرض لكل إمكانيات المنظومة المصرية واحتمالات الفستمار ورئة 2030 وغيره وصولا إلى التفاوض الفردي ما بين شركات مصرية وعالمية على مشروعات والحكومة المصرية مع شركات أجنبية أتمنى أن يكون هذا الأمر جزء من الأجندة الخاصة بمنتدى الشباب العالمي الولد يورفورو أتمنى يكون هناك دائما نقل كل ما نحتاج عن نقل حي أقوى رسالة للعالم كله سياحيا وستراتيجيا وكل حاجة أن يروا هذه الألاف المؤلفة في الأرض المصرية في شيناء بكل الجمال لسيناء بكل إمكانياتها السياحية والثقافية وبالقدرات اللوجستية وقدرات الأمنية وقدرات صحية التي تضمن تنظيم مثل هذا الحدث العالمي في هذه توقيت توقيت صعبة للغاية عالميا كل ما نحتاجه نقل هذه الصورة باستدام برار بفعالية بلغات أجنبية ليس فقط بالمصرية باللغة العربية هذه الرسالة التي يجب أن تصل لعالم في كل مكان ووراءها أيضا يجب أن يكون لدينا آليات جوة المؤتمر وما بعد المنتدى تسمح بالتعامل السنائي بالتفاوض المباشر بشرح وخلق فرص السسماء فرص كتير الغاية كل ما يحتاجه هو واعتقاد جزء جبير من هذا العمل قد تم تنفيذه بالفعل استعدادا للمنتدى بشكرك دكتور خالد حبيب إستشاري التخطيط المؤسسين خلي بالكم أنتم أهلنا وأنتم مننا وإحنا واحد محدش أبدا أبدا هيقدر يقسمنا محدش يقدر يقسمنا ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد ضيلي وناس صوت جراس عم بترنه بعي ليلة عيد ليلة عيد الليلي ليلة عيد صوت ولادة ياب جداد وبكرا الحب جديد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد ديني ولا السوت جراساً مثل النفعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوتنا فيا بشداد وذكرى الحب جديد ننتقل مشاهدين الكرام إلى الملف الثاني وبداية كل عام والإخوة المسيحيين بخير وسلام بالطبع تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية مساء اليوم بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات احترازية مشددة يترأس قدسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية باطريارك الكرازة المرقصية قدس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط حدور رسمي وشعبي كبير هذا وقد هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدولي قدسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية باطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وكان الدكتور مصافة مدبوذي رئيس مجلس الوزراء قد قام بزيارة للبابا توادرس الثاني بمقر الكاتدرائية المرقصية في منطقة العباسية بالقاهرة ايضا قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد بزيارة المقر الباباوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية لتهريئة قداسة البابا توادرس الثاني بابا الاسكندرية باتريارك الكرزة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد تقدم المستشار عبدالرازق الى قداسة البابا والاخوة الاقباد باسمه وباسم اعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة القلبية معربا عن امله في ان تكون الاعيات فرصة لنشر الحب والسلام على الارض وتأكيدا لصلاة الترابط والاخوة بين جميع ابناء الوطن الواحد هذا وقد احتفلت الطائفة الانجلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدبرة بحضور العديد من الشخصيات العامة من كنيسة قصر الدبرة بالتحرير انطلقت احتفالات عيد الميلاد المجيد برئاسة رئيس الطائفة الانجلية الدكتور القصة اندري زاكي الذي وجه خلال كلمته الشكرى للرئيس عبد الفتاح السيسي على التهنئة بالعيدة مؤكدا على اهتمام الرئيس بحقوق الانسان في عيشة كريمة كما حضر الاحتفال عدد من المسؤولين والوزراء يحتفلوا مع الاخوة المسيحين بعيادهم وده يعني شيء احنا بنشوفه نلحظه زي ما برضه في اعياد المسلمين بنلاقي يعني يعني جميع التوافف هي المسيحية بتقدم التهنئة بكل محبة لاخوة المسيحين يعني يا رب مصر دايما كده فيه محب وسلام ذكرى ميلاد السيد المسيحية ذكرى لا تخص المسيحين فقط يتخص الانسانية جميعا لانه جاء بالمحبة وجاء بالسلام وجاء لكي ينعم الهدوء والسكينة للعالم اجمع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مناسبة اكد فيها المشاركون على اهمية الترابط بين ابناء الشعب الواحد وانه لا فرق بين المصريين في مناسبتهم التي تؤكد اعلاء قيم التسامح والمحبة ونحن في بلد واحد وشعب واحد وارض واحدة نحيا في هذا السلام وهذا العمل في ظل الجمهورية الجديدة وفي ظل العهد الجديد طبعا يعني بنقدم التهاني لاننا في الاصل واحد وفي اصل الانسانية واحد نعيش في جو مشترك في سماء وارض واحدة نيابة عن فضيلة الامام الاكبر السيد دكتور احمد الطيب لتقديم التهنئة للطيفة الانجلية في مصر والخص اندريا دكي او ما يتمتع به من شخصية طيبة بنقول لهم كل سالهم طيبين بنقول ان الاظهر والكنيسة يعرف الكنيسة قدرها والكنيسة تقدر الاظهر وتعرف الاظهر مكانته وبنقول احنا جميعا في ظل القيادة الحكيمة لفقامة السيد الرئيس عفتاح السيسي على ارض مصر سواه خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد شددت الكنيسة على الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا فضلا عن التجديدات الامنية التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين الاحتفال وسط اجراءات احترازية كبيرة انطلقت احتفالات عيد الميلاد المجيد للطائفة الانجلية في مصر بحضور عدد كبير من المسؤولين والوزراء ليبرز ذلك التلاحمة بين ابناء الشعب المصرية في مختلف مناسبته كل عام وانتم بخير رمضان المطعني النيل هذا وقد اكد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ان الدولة لا تتخير جهدا لترصيخ دعائم المواطنة والوحدة وقيم التسامح والانتماء وقبول الاخر وتعايش المشترك وهو ما تجسد في الحرص على دعم حقوق ابناء الوطن من المسيحيين على مختلف الاصيضة بلا تفرقة او تمييزة جاد ذلك في تقرير نشره المركز الالمي يتضمن انفوغرافات تسلط الضوء على اصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي تم بموجبه ورصد التقرير جهود توفيق وتقنين اوضاع الكنائس المصرية حيث تم اصدار 22 قرارا من قبل اللجنة المعنية وذلك منذ مايو 2018 وحتى يناير 2022 بإجمالي 2162 كنيسة ومبنى تابعا بواقع 1186 كنيسة وتسعمائة وستة وسبعين مبنى اذا كل عام والاخوة المسيحيين بخير وسلام وتحقيق ايضا الامنيات وربما هذه هي مناسبة للتأكيد على قيم التسامح والمحبة والمودة التي تسود داخل المجتمع المصري في الحقيقة بكل طوائفه فلا فرق ولا تمييز بين اي من مسلم او مسيحي داخل هذا المجتمع وهو الامر الذي نلمسه على ارض الواقع من خلال تعاملتنا اليومية بالطبع وهناك اهتمام من جانب الدولة المصرية وحرص شديد على ارساء هذه القيم وتوفير كل الظروف والمساعدات المناسبة ايضا وتوفير سبل العيش الكريم للاخوة المسيحيين على ارض الوطن وتدعيم اواصل الوحدة الوطنية بين نسجي الامة المصرية بالطبع الذين ضرب اروع الامثلة في الوقوف معا لمواجهة الكثير من التحديات التي واجهت مصر سواء على الصعيد الداخلي وايضا على الصعيد الخارجي وهناك ايضا اهتمام وجهود مستمرة من القيادة السياسية ومجموعة من الرسائل التي تبعث بها القيادة السياسية دائما للتأكيد على هذا الامر ان ابناء مصر هم يد واحدة وفي رباط بالطبع في موجات الكثير من التحديات ومحاولة البعض نشر بعض المفاهيم المغلوطة وغير ذلك من الامور التي سمعنا عنها لكن يعني يبقى الشعب المصري بالطبع بقضي مسيحيين ومسلمين في وحدة دائمة بالطبع وهناك حرص على ارساء دولة المواطنة وارساء دعائم هذا المفهوم داخل المجتمع المصري وهو ايضا ما للمسه من خلال المؤسسات الدينية سواء الازهر الشريف الكنيسة هناك بيت للعائلة يتعامل مع كثير من القضايا داخل المجتمع المصري هناك وثيقة للأخوة الإنسانية للحوار مع الآخر والتعرف على كثير من القضايا والتحديات التي تواجه الامة المصرية وايضا العالم العربي وايضا كيفية التواصل مع الآخر وتوضيح كثير من المفاهيم المغلوطة ربما لدى البعض من خلال التعاون بين الازهر الشريف والكنيسة وهذا التواصل وهذا الحرص من كافة المسؤولين داخل الدولة المصرية على الإصراع لتغديم التهنئة إلى الإخوة المسيحيين في هذه المناسبة يعني هناك كثير من التحديات في الحقيقة التي تواجه الدولة المصرية التي تتطلب هذا الأمر وهذا التكاتف وهذا التعاون بين أبناء الوطن الواحد بالطبع بدون أي تفرقة وبدون أي تمييز وهذا الأمر ربما في تعاملتنا نلمس جميعا بطبع فلا فرق بين مسلم ومسيحي داخل المجتمع المصري ولا أحد يستطيع أن يفرق بين هذا الأمر كان هناك عديد من التحديات التي وجهتنا وهجامة إرهابية استدفت المسلمين والمسيحيين على حد سواء لكنها لم تنال من عزيمة وإرادة الشعب المصري بطبع وصمود في وجه هذه التحديات وضرب أربع أروع الأمثلة وهو الأمر الذي أشادت به الكثير من التقارير الدولية ولجان الحريات في بعض الدول في هذا الأمر وأيضا كان هناك إشادة من جانب بعض المسؤولين الذين اضطرعوا على التجربة المصرية وحرص الدولة المصرية على بناء الكنائس في المدن الجديدة وأيضا ما تم في العاصمة الإدارية الجديدة يعني من أكبر كنيسة وغير ذلك من الجهود هذه كانت هي ملفات اليوم يتجدد اللقاء وملفات جديدة ومتجددة في هذه الإطلالة الإخبارية من أمني المباشر كل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر